مرحبا برج الجوزاء أهلا بكم في القراءة العامة هذه القراءة تنطبق حق الطالع والشمسي وأيضا القمري الطاقة العامة اللي أحب أذكرها لكم إنه في شيء أنتوا تنتظرونه من فترة أو سمعتوا عنها خبر ولكن لحد الآن هذا الشيء ما وصل أوكي؟ هذه الفرصة سمعتوا أو بشركم أحد فيه ولكن ما صار لحد الآن إن شاء الله خلال الشهر رح يتثبت هذا الشيء إما إذا كان حامل بالنسبة لبعضكم زيادة أو ترقية في الوظيفة زواج كان شوي تمرون بصعوب عشان تحققون ارتباط معين أوكي؟ لا تكذبون الخبر اللي سمعتوا الخبر صحيح وإنما شوية رح ياخذ وقت عشان يمشي في الإجراءات لما نشوف هذا الكرت يقول لك يعني لا تتساءل ويد لا تتساءل وتخاف وتقلق هذا الكرت عكس طاقة القلق وعندنا هنا ترى طاقة القلق لأنه عندك تسعة السيوف أوكي؟ لما الظل ويد مستعيل على إن الشيء يوصل عندك عندنا هنا الحمامة إن الشيء وصلك الخبر ووصلك النداء بنادونك أوكي؟ بس أنت حين مستعيل على متى رح يتم الشيء لا تقلق لا يهمك ويد التوقيت ومتى لأن الشيء قادم في طريقك هنا عندنا مثل البيضة البيضة ليس على كيف نتفقس في الوقت اللي نحن نبيه ساعات تاخذ أكثر من اللازم فش إن الموضوع شوية بطول عندك شوية وصلك الخبر أو رح تسمع في وقت هنا في وقت زمني فتشة ما بين أنت متى ستسمع الخبر تأتيك البشارة ومتى فعلا يتحقق الشيء يمكن حيصالك شهر شهرين تعمل على هاي الموضوع عندك هني نوع من القلق خايف إن الموضوع يطول فأنت تفكر إنه ما راح يصير لأن مع الخماس الأول الأيسس كلهم ما يتشذبون لما نشوف الخماس الأول أو السيف الأول معناته شي ثابت شي تعتمد عليه أحسي هني وايض طاقة مو بس زواج تحقيق أمنية جدا رح ترفعك إلى مستوى ثاني مستوى وايد أفضل أبقريد في الحياة بشكل عام الأبقريد هو ترقية في الحياة بشكل عام يعني لو كان حمل أو زواج أو ارتباط أو وظيفة أو حتى ترقية رح تأثر على كل جوانب حياتك مثل الدومينو من الطيحة واحدة كلهم مطيحون مع بعض فكل جوانب حياتك رح ترتفع مع بعض لما يصير هذا الشيء وهو الشيء ترى قادم في الطريق لا تحاتي قادم لأن أيس طاقة الأرض يعتمد عليه ولكن تعرفون كلكم طاقة الأرض تتأخر أكثر إحنا لما نشوف برج هوائي الأبراج الهوائية أسرع يتوقعون الشيء أسرع وعندهم طاقة صبر أقل ولكن الطاقة الأرضية تاخذ وقت أطول مثل الخبر اللي أنت تنتظره ولكن لما إيه عندك اتأكد منه لما سمعت عندنا خبر اتأكد أنه راح يصير فأنت هنا شوي بس أطلع من طاقة الشكل لما يبدأ الشيء يتحقق وتشوفه على أرض الواقع أنه عندنا هنا كارت هاير باور أحس أنه حتى طريقة ليش قاعد هنا يتأخروا شوي الموضوع لأنه في طريقة فيها جدا برستيج أشلون يبقون نوصلون لك الموضوع ما يبقون نوصلون لك الموضوع بطريقة عادية يبقون يقعدونك في مكان مناسب في وقت مناسب وحسسونك أنه وقع الاختيار عليك في جلسة محترمة شدي يقول لك مثلا احنا اخترناك حق هاي الوظيفة أو مثل ما تعرف اخترناك حق هالوظيفة بس نبيك تقعد تتكلم مع المدير العام المدير الصاحب المنصب أو اخترناك يبقون اللي قاعدة تكون رسمية يقول لك مثلا اخترناك أو وافقنا أن تكون في شراكة بينك وبين شخص ثاني مجرد مسألة ترتيب الرسميات الهاير باور يتكلم عن القوة أحسي هنا بالنسبة لك أنت البرستيج الأشخاص هني اللي يبقوني يعطونك هاي الخماس الأول سواء كان زيادة في الراتب أو ترقية في المنصب أو الزواج يبقوني يعطونك هيا بطريقة زفة الخبر أو تأكيد الخبر يكون في مكان رسمي في مكان راقي ترتيب يمكن هاي الأشخاص لحد الآن مشغولين عشان تذيه لحد الآن ما سمعت منهم خبر عندنا هني اللي يوضح طاقة الأسبوع ملك سوري فارس النار فارس الأخصان وأيضا الشمس مكفايا أنه راح يقعدونك في قاعدة رسمية ويحرصون أنه أنت يوصلك الخبر وتفهم يبقوني يفهمونك هاي الأشخاص اللي هم مسؤولين عن هاي الخبر أو هاي الترقية في حياتك يبقوني يفهمونك أنه أنت جدا مميز بالنسبة لهم أنه هاي الفرصة ما يعطونها أي أحد وأنه أنت فعلا محط ثقتهم إذا نهني وايد أشوفه احتمال مو بس للزواج زواج مع حمل زواج مربوط بحمل أو حتى لو كان في الوظيفة يكون نجاح ولكن نجاح معلن في طاقة الإعلان الشمس كارت برج الأسد عندنا هني طاقتين ناريتين خلال الأسبوع الثاني اللي أحس أنه راح يصير أنه مثلا ينتقون بالضبط وقت ومكان وزمان وطريقة وهم فيها أن يعلنون أن أنت اللي وقع عليك الاختيار في الأسبوع الثاني قاعدين يرتبون لأن يببون يجمعون أكبر عدد ممكن من الأشخاص المعنيين الأهل إذا كان زواج الموظفين وزملائك في العمل إذا كان ترقية يمكن راح يحتفلون حتى بشي معين يببون هني رتبون طريقة احتفالهم بخبر زواج بخبر حمل وهي الخبر ترى موجه لك أنت أنت راح تكون الطرف فيه عندنا الشمس تعرف هاي اللحظة اللي كل الأشخاص يصفقون لك ويعرفونك على أهم شخص في المكان المدير العام الرئيس التنفيذي عندك هاي النوع من الطاقة أنت لحد الآن عندك الفارس الفارس يحسسني مع أنك تحس أنه باقي أمامك ويد ولكن ليش أقول لك هذه الأفكت أو هذه القفزة راح تأثر على كل حياتك دام راح يعرفونك على هاي الشخص المهم الشخص اللي يعتبر كبير القوم كبير المكان خلاص بعدين من هنا الأمور راح تسهل عندك واضح من القراءة من الأسبوع الثالث الرابع الأمور راح تسهل عندك لأن هاي الشخص دائما راح يكون عينه عليك راح دائما يكون يهم أيضا أنت تكون مرتاح في هاي المكان مرتاح في هاي الزواج فلو حسيتنا في أي شيء انت حاطه في بالك ومتأخر عليك لأن الترتيبات اللي خلف الكواليس قاعدة تصير وتب تصير عشانك بأحسن شكل ممكن يعني لو كانت حتى مثلا سفر الطيارة ما يبون يسافرونك بشكل عادي أو في أي يوم وتكون الأمور مكركبة يبون يسافرونك بترتيب في درجة يمكن حتى مو سياحية درجة بزنس يكون في أحسن استقبال يستقبلك يرشدونك لما أنت توصل للدولة الفلانية ترتيبات هنا ترتيبات قاعدة تصير خلف الكواليس لحد نص الشهر عندنا الأسبوع الثالث بويزد بويزد أحس هذا هي اللحظة اللي أنت توقع فيها ما أدري ليش ينهني إحساس التوقيع توقع إما على عقد الزواج على موافقتك أسبوع الثالث يتطلب منك أن أنت تظهر موافقتك على هذا الشيء اللي يعرضونه عليك أنت متأكد أصلا أنك موافق ولكن كأنما هم هنه يسئلونك يسئلونك شديد بشكل رسمي عشان تبدي موافقتك أنزين؟ ومع هذا الكرت عشرة الأخصان والفول ويقولك شغلة يا برج الجوزاء رح يوضحون لك هاي الأشخاص أو تجري معاهم نوع من الحديث في الأسبوع الثالث أن هذا الشيء اللي أنت مقبل عليه وإن كان فيه وايد امتياز مادي امتياز أن أنت يستع نجمك تبين أكثر في عيون الأشخاص المهمين في هالمجال فيه فرصة أفضل بكثير أن أنت تثبت نفسك تتنقل بين الوظائف ترتقي تتزوج شخص أفضل أفضل يعني يرفعك حتى في المستوى الاجتماعي ولكن أيضاً رح يجرون معاك نوع من الحديث عشان يتأكدون أنك بويز بويز اللي هو نوع من الثبات إذا بتلاحبوا الصورة يببون يتأكدون أن أنت ثابت وأن أنت فعلاً تبي هذا الشيء فخلال الثالث أسبوع شوية أظهر أنك متمسك بهذه الفرصة اللي أمامك لأنهم يحسون أنهم حمل ثقيل خايفين أن أنت شوية ما راح تقدر تشيله أو خايفين أن يتعبك خايفين أن يتعبك لو كان حمل يخافون أن الحمل يتعبك لو كان زواج خايفين أن أنت مثلاً ما تقدر تتأقلم على الأسرة الجديدة لو كان وظيفة وزيادة في الراتب والترقية يخافون أن أنت المسؤوليات الجديدة راح تتعبك فخلال الثالث أسبوع هني راح تضطر أو راح تكون أنت محتاج تبين لهم أن كل هاي الأمور سهلة عليك عندنا كرت رقم صفر الفول الفول اللي دائماً يكون مستعد يبتدي من الصفر أنا صح اجتهد قبل ولكن لحد الآن أنا المستعد أني أرجع من الصفر وأبني من الصفر لأنك إن هاي العرض الجديد راح ياخذك إلى مكان جديد مو شغل فقط جسدياً ولكن حتى من ناحية اجتهادك راح تضطر تظهر نوع ثاني أو جزء ثاني من شخصيتك جزء فيه مرونة ترى جزء فيه إبراز لآرائك أكثر لأن محتاج يعني ما تكون وايد مخفي عن العيان محتاج تظهر أكثر تكون واضح تكون لك موقف الفول يكون لك موقف زيادة وتكون واضح في كلامك اختار خلال الأسبوع الثالث في الحديث معاهم مفردات تبين أن تفهم الوضع اللي مقبل عليه ومستعد مستعد تشيل هاي المسئولية الأسبوع الرابع عندك بلاست هذا الأسبوع هو الأسبوع اللي خلاص تبتدي تستلم فيه الشيء لأنت لطالما انتظرته لأن هذا كرت المنعم أو النعمة معاه ثلاثة السيوف وملكة السيوف أحس هنا في ثلاثة السيوف كل الناس ما بقلك هنا الأشخاص المهمين لا أقرانك الأصدقاء أخوتك في البيت أهلك يمكن الأشخاص اللي في سنك اللي وضعهم مقارب لوضعك رح يطالعونك وكأنما يعبون أصابعهم غيرة حسدا إن شون فلان قدر يحصل بين يوم وليلة وليش فلان اختاروه ليش فلان اختاروه حق هاي الوظيفة وش معنى فلان ما صار له وقت طويل في هاي الشركة ما صار له وقت طويل متعارفين عليه بسرعة اختاروه حق هاي المهمة في نوع من الغيرة من الحسد كأنما يحاولون يحاولون حتى يوقفون عنك الخير اللي انت قاعد تستلمه وهما ما يشوفون الشغل اللي انت اشتغلتها والاجتهاد اللي انت اشتهدتها نوع من الغيرة نوع من ان يحسسونك كأنه هني كنابون بس حتى يوصلون لك فكرة إن انت حصلت على هذا الشي مو بسبب اجتهادك وانما بسبب لانك شخص مفضل عند صناع القرار اوكي لان انت حاولت ان تستميلهم عندنا هني ملكة السيوف ملكة السيوف كأن تتابع لهاي الطاقة اللي انا قلت لك عنها طاقة محتاج انك تقف وقفة مواجهة في امور تطلب من المرونة ولكن شوف العائلة اللي انت مقبل عليها الوظيفة الفرصة اللي انت مقبل فيها يبون يرون منك معذن ملكة السيوف شخص ما يخاف يواجه شخص ما يخاف ينتقي كلامه بشكل احترافي ما فيه عاطفة فيه مواجهة منطقية انا حصلت لاني اجتهد لاني صبرت وتذكر بالضبط صبرت يمكن ثلاث سنوات حاولت كذا مرة وتذكر محاولاتك اللي انت فشلت فيها او ما قدرت تتحصلها قبل ولكن من صبر نال الحديث يتغير من حديث انا قادر اسوي او قادر اشيلها المسئولية في الاسبوع الثالث الى الاسبوع الرابع حديث انا حصلت ما تبطق لك تبرر نفسك ولكن تذكرهم ان التذكرة تدفع المؤمنين تذكرهم ليش انت قاعد تتحصل هذا الشيء لانا انت صبرت ملكة السيوف دائما يسمونها الملكة الارملة او الملكة المطلقة الملكة اللي رأت الكثير من الظلام في حياتها عشان تجدي الحين صارت ملكة ما صارت ملكة لانها جمعت الكثير او لان احد شافها جميلة واعجب فيها وبعدين عطوها المنصب لا مبني على سنين من الخبرة والتحمل والاجتهاد هذا النوعية الحديث لازم يتغير صوتك ونبرتك من نبرة موجهة الاشخاص اللي راح يختارونك الى هنا النبرة تكون موجهة حق الاشخاص اللي يقولون اشمعنا برج الجوزاء عطوها المنصب اشمعنا برج الجوزاء وافقة ومثلا لو كان في زواج هنا معارضة ان يصير في زواج مثلا من قبائل مختلفة او دول مختلفة اشمعنا هذين الاهل الاهل كانوا رافضين اشمعنا الحين وافقوا على هذا الشخص مع انه اصلا من دولة او دين او او مكان مختلف عرفت هاي النوع فانت لازم تقف وقفة ملكة السيوف وتوضح لهم الاسباب المنطقية نشوفه هنا طاقة الحيوان خلال شهر اكتروبر الاخطبوط 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 عنصر مائي كأنما هذا تحذير لك دائما يتكلمون على الاخطبوط انه يملك الكثير من الابداع ولكن شي واحد فقط لا يفلت منك عشان ما تتغير ما يتغير مسار هاي القراءة الجميلة عواطفك عواطفك لا تفلت منك عارفهني ان انا اتكلم مع شخص من برج الجوزاء صبر وايد والحين صار يستحق ملكة وصلت الى هذا الشيء او وصل الى هذا الشيء بجهده مو باعتماده على حسبه ونسبه والواسطة وغيره وغيره اوكي صبر وايد مشكلتكم انتو ما شفتو انه هو يصبر وهو قاعد يجتهد الشيء الوحيد اللي اذا افلت منك ممكن اغير مسار هاي القراءة وهو عواطفك طاقة سيوف كأنه ما قاعدت شجعك ان انت ظل في طاقة العقل طاقة اني اتناقش معاكم بدون ما اعصب بدون ما اسبكم بدون ما اختار الفاظ غير لائق وكلا تتمكن منك طاقة الماء دائما يصفون الاخطبوط اللي هو ما يعرف حدود مو قلتلكي هني كأنما احس طاقة ليش كان عندك فارس فارس يصير ملكة خصوصا اذا كان ترقية في الحياة بشكل عام رح ترفعك من فارس الى ملكة اوكي وهذا هو الترتيب في التارو فارس الى ملكة الى ملك بيج بعدين نايت بعدين كوين بعدين كينج انت لازم تستوعب بعد شيء ان هذه الترقية تأتي مع نوع من المسئولية المسئولية انت مو فقط تجاه الاخرين انت لازم تغير نبرتك لازم تتصرف شوي قيادية اكثر واضح اكثر اوكي ما يصير دائما تكون مرن مع الاخرين محتاج شوي تظهر من الجانب الصارم منك الجانب القيادي لان انت قاعد هنا تتسلق حرم وقاعد في الصعود فهم هنا يبون هاي الاشخاص يشوفهم منك الجانب القوي الجانب اللى عنده مسئولية الجانب اللى ما يخاف انه ياخذ قرارات صارمة قرارات سريعة قرارات فيها نوع من المواجهة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة